لاحظ عددا من الصيادين سنة 1867 أن الطفل المتوحش داخل الغابات يتجول برفقة صديقه الزق وبعد فشل جميع محاولتهم لنقله إلى المدينة عمد الصيادون إلى قتل الزقب الرفيق والصديق المفضل وفي تلك الفترة كان الطفل المتوحش شاهدا على حادثة مقتل رفيقه الزق وعقب نهاية هذا المشهد المروع قبض الصيادون على الطفل وقاموا بنقله إلى إحدى دور اليتامة وهناك سجل في سجلات السلطات البريطانية في الهند باسم دينا سانشار ولما تعلم الطفل طيلة فترة التوجود بدور اليتامة الكلام أو الكتابة إلا أنه عمد إلى إصدار أصوات حيوانية من أجل التواصل مع البشر كما رفض الطفل المتوحش تناول الطعام المطبوخ ردد في أكل النحم الني وشحز أسنانه عن طريق قدم العزام وهما ساعدوا بشكل كبير على تقويت أسنانه وجعلها حادة معانة كثيرا خلال تعلمه المشي ففي الفترة التي قضاها مع الزقاب اضطر الأخير للتنقل مستخدما أطرافه الأربعة ولهذا وجد صعوبة في الوقوف سابتا على قدمه وحصل أثناء تواجده بدور اليتامة على صديق مقارب واحد لم يكن الأخير سوى طفل متوحش آخر وعن رغم من رفضه الاندماج في المجتمع البشري إلا أن الطفل المتوحش أطقن عادة إنسانية وحيدة وتعيسة ألا وهي التدخين حيث أدمن خلال فترة وجيزة السجائر وبالرغم من قضايا لفترة طويلة تجوزت العشر سنوات مع البشر لم يتمكن من الاندماج في المجتمع البشري حيث حافظ على عادات حياة الزئاب التي تعلمها خلال طفولته وفي حدوث سنة 1895 فارقة الذي ألحظته مؤلف قصص موكلي الحياة بعد صراع مرير مع مرض السل على العملة تجاوز الثلاثين عاما وبناء على بعض التقارير يرجح المؤرخون إصابته بالمرض نتيجة إدمانه على السجائر